اشتركوا في القناة حيث ختام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم من ضمن وصيته المعروفة فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهدة الغائب هذا هذه حرمة الإسلام اتجاه المحرمات والمقدسات الشخصية لكل إنسان نفسك مقدس في الإسلام مالك مقدس ماذا ما قد كسب من حلال وأيضا عرضك مقدس بل مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى بأن كل شخص أن يحافظ على عرضه وناموسه والذين هم لفروجهم حافظون الحديث الشريف للإمام علي عليه السلام والذي اشتهر كثيرا في قضية ثورتنا العلماء إذا مس العرض قامت الحرب العلماء يفرقون بين المس واللمس المس قضية خفيفة جدا مسس الشيء يعني في أقل الدرجات حتى أنه لم يعني ليس بمستوى اللمس اللمس مرحلة متقدمة إذا مس العرض قامت الحرب ولاحظوا أن كلام أمير المؤمنين لا يتحدث عن قضية مسلمين أو غير مسلمين قضية عامة مرتبط بوجدان الإنسان أي إنسان مرتبط بطبيعة البشر أيًا كانوا من أي مذهب من أي دين من أي قومية كانت هذه طبيعة البشر ولهذا هذا الحديث هو تقرير عن واقع إضافة إلى جواز من قبل الإمام من الناحية الشرعية هو يتحدث عن حقيقة أن ممكن أن تنطلق حرب بسبب مس عرض في البحرين هناك انتهاكات واسعة ارتبطت بالنفس بالأنفس بالدماء وبالأعراض وبالمقدسات وبارك الله في هؤلاء الشباب الذين أطلقوا هذا الشعار شعار انتفاضة الأعراض حيث لم يبقى لم تبقى هناك حرمة في البحرين إلا وقد تم انتهاكها إذا هم قد انتهكوا حرمة كتاب الله العزيز ومساجد الله في البحرين بالهدم والحرق والدوس وأتوا لها بالبلدوزرات والجنود التابعين للنظام السعودي وللنظام الخليفي وهم يحتلون جدران المساجد هؤلاء الوحوش المختصبون المحتلون الذين تخلوا وتعروا عن أية قيمة ومبدأ وأخلاق ضرب النساء في الجاهلية الأولى كان عيبا يقع على الفرد نفسه وعلى أعقابه حتى أنهم يعيرون أعقاب الإنسان لأن جده كان قد ضرب إمرأة هؤلاء ليسوا عربا أعراب هؤلاء تخلوا عن كل قيمة أحد الأخوة المسؤولين في مركز البحرين لحقوق الإنسان ولا ذاعي لأن أدكر اسمه يقول عرضت علي قضايا الإختصاب في السجون فكنت أدونها وأنا أبكي من كثرتها إذا ذكر بسيوني وهو مرتزق في الحقيقة معين من قبل فاغية البحرين قد وثق ست حالات في يكون في علمنا أن الحالات الإختصاب لأخواتنا النساء بالعشرات في هذه الثورة وقبل هذه الثورة وهذا قضية مشهورة ما تحدث به بعض علمائنا الأجلات وقالوا ما وقع عليهم حينما خرجوا من السجن ولا فرق بين امرأة أو رجل أو شاب أو طفل العرض هو العرض مس به رجل أو امرأ هو نسأ الأمر بنفس المقام هذه أمور حرمات ولكن حقيقة أنا أتساءل نحن نتساءل جميعا كشعب مظلومين في البحرين هذه الأنظمة العربية التي تدافع عن النظام الخليفي هذه الوثائق مشهورة عن هجكهم لأعراض النساء فكيف لهم أن يدافروا عن نظام هكذا تخلى عن أي تقيبة دينية وإنسانية وعربية نقول بحرين ماذا كنتم تفعلون بينما هناك العشرات أيها الرؤساء يا رؤساء العالم يا رؤساء من تدعون أنكم تقيمون عدلا وديمقراطية في العالم هل تدعمون نظاما لا يستحي يعرض أعراض الأطفال والنساء والصبايا للهدك والاختصاب والتحرش الجنسي أمثل هذا النظام يدعم ويبرر له وحقا ما قاله الإمام الحسين إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم أيدعم هذا النظام الفاسد الدني الصاطط الذي تعرى عن كل القيم كما قلنا وبورك لشباب السند في هذا اليوم حينما خرجوا في مسيرة أرواحنا مع الدم لعرضنا تقدم وفرحوا حول قضية اعتقال السيدتين نفيس العصفور والسيدة ريحان الموسوي بنات رسول الله في سجون آل خليفة يعرضون للهدك أو لتلك العلوية التي يأتون إلى بيتها ويتحرشون بها جنسيا هذا ما يقع في البحرين فلتكن الانتفاضة انتفاضة الأعراب لتحرير وطننا من هذا الرجس المنكوس والعدو والعدو الغاصب الذي لن يراعي فينا إلا ولا ذمة وتبارك تلك الأيدي التي ستخرج بإذن الله في هذه الانتفاضة وتحمل أعلام الحسين التي دافع عن الأعراب ودافع عن القيم ولم يرضى أن تهتك لمقامه ولنسائه حرمة من الحرمات ماذا محيات فلنكن مؤمنين حسينيين على هذا المنهج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته